بكاء الفنان أحمد عبد العزيز في مهرجان الجونة أثر على كل فعلا الجمهور والمتابعين وبعض النجوم وتحديدا الصحف والإعلام اللي الإعلامي عمر أديب علق على الدور ده تحديدا بعد إهانة الفنانة إلهام شهين لزوجة الفنان الراقي أحمد عبد العزيز والفنانة يسرى تهاجم زوجة الفنان أحمد عبد العزيز هنعرف معنا التفاصيل كاملة وفضيحة الفنانة إلهام شهين في مهرجان الجونة والفنانة لبليبة توجه رسالة قوية جدا لكل الجمهور وكل المتابعين كل التفاصيل نوفيها مع حضراتكم فضلا منكم لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجراز ليصلكم منا كل ما هو جديد أولا بأول حب أشكركم جدا متابعين الكرام لضعمكم الزائد والمستمر لنا عيلتي التانية شرف لي تواجدكم في قناتي المتوضع جزاكم الله عني كل خير بعد فضائح الفنانين اللي ظهرت في مهرجان الجونة وهو أسوأ مهرجان في عام 2021 مهرجان العري والمسخرة مهرجان اللي يقلع فيه أكتر من اللي يلبس الفنانات بيتسرعوا من اللي يقلع أكتر ومن اللي يظهر أكتر اللي يقلع هو اللي يطلع ترند إلهام شاهين بتتسارع أنها تشرب الخمر وترقص وتظهر وترد على المتابعين وعى الجمهور بألفظ سيئة جدا وكمان مهاجمة زوجة الفنان الراقي أحمد عبد العزيز للأسف هاجمته مهاجمة شرسة جدا هو وزوجته الفنانة إلهام شاهين أغضبت كل الجمهور بسبب انتقادها لزوجة الفنان أحمد عبد العزيز في ظهوره في مهرجان الجونة السينمائي كان ظهوره ساطع جدا ومميز جدا هو وزوجته وكان لبسها محترم جدا وللأسف بسبب لبسها المحترم دلوقتي إحنا بننتقد المحترم إلهام شاهين بتنتقد وتهين أي حد بيلبس كويس وأي حد بيلبس محترم بتهينه وتنتقده وبيقعده وهل لدود للأسف مهرجان الجونة مهرجان العوري مهرجان المسخرة مهرجان مولد سيد العريان في أول ظهور للفنان أحمد عبد العزيز اللي تغيب عن الشاشات كتير جدا وللأسف عانى من قلة الأعمال وكمان عانى من فقدانه للمال وفقدانه السيطرة على مرضه اللي للأسف انتشر على السوشال ميديا إنه بعفش منزله بسبب الإنفاق على أسرته وبسبب الإنفاق على مرضه إلهام شاهين ما كانش ينفع تعديها وزوجته لابس لبس محترم وقالت إن هو بسبب احتياجه للمال مش لاقي يجيب فستان شيك زي اللي بتلبسهم طبعا لزوجته في مهرجان الجونة لازم الفستان الشيك بالنسبة لإلهام شاهين يقوم فستان عاري يقوم فستان قصير وفستان مبين مفاتن جسمها وانهار الفنان للأسف أحمد عبد العزيز بسبب انتقاد إلهام شاهين ويسرى لزوجته في المهرجان وبسبب كلامهم عن زوجته إنها فعلا مش قادرة تلبس فستان جديد أو تجيب فستان شبه عاري زي اللي بيلبسوه كانت فعلا صدمة للفنان أحمد عبد العزيز اللي رد عمره أديب بكل جراءة وقال إنه هو فعلا فنان محترم وإن زوجته ستة محترمة وما كانش ينفع إنها تظهر عارية وكمان وجه رسالة لأحمد عبد العزيز انتقطوا فيها لحضوره المهرجان وقال إن انت شخص راقي ومحترم وزوجتك ستة محترمة وما كانش ينفع تتواجد في مكان قاضر زي مهرجان الجونة من وجهة نظر عمره أديب بشكركم جدا والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر